رزق النبي سبحانه وتعالى يختار لأحب مخلوق ديه وشوف لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتكلمش على حد في الدنيا إلا اتنين صاحبه وحبيبه أبو بكر ومن زوجاته المرأة الوحيدة اللي دايما كان سيدنا محمد يتكلم على فضلها عليه النبي غرى العالمين حتى خديجة نالها من فضل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مين اللي دايما كان في حياتها وبعد وفاتها يقول ديها فضل علي كبير المرأة الكاملة اللي النبي قال وكمل من النساء أربع إنسانة كاملة مريم ابنة عمران أسيا امرأة فرعون السيدة خديجة زوجة النبي وبنتها السيدة فاطمة اللي شالت لواء سيدة نساء العالمين من أمها السيدة خديجة المرأة الكاملة وكملت حياة بعد وفات السيدة خديجة كملت فاطمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأننا ربنا عز وجل في قصة الحب الجميلة بين النبي والسيدة خديجة كان بيحضر السيدة خديجة قبل النبي هي أكبر منه طبعا 15 سنة قبل النبي تجوزت اتنين وخلفت منهم تلات أولاد وبنات السيدة خديجة ويمكن أشهر حد فيهم ولد اسمه هند وده كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم اتجوزت السيدة خديجة ومات عنها الاتنين اللي اتجوزتهم وبعدين هي طبعا معروفة أنها غنية لما تشهر عن النبي صدقه وأمنته في التجارة قررت السيدة خديجة أن هي تدي له فلوسها كلها ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم وكانها تتعرف عليه والإنسان يتعرف على الواحد في الحياة العملية فديته فلوسها عشان يطلع وقالت له كما يقول ابن إسحاق يقول إني دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أماناتك وكرم أخلاقك وقالت لميسرة الغلام بتاعها أخرج معاه وبأكلمني في السفر كان أخباره إيه وأخلاو عملة إزاي وانتو عارفين أن السفر اتسمى السفر لأنه يسفر أي يظهر يسفر عن أخلاق الإنسان لذلك سمي سفر يا بختك يا بختك يا ميسرة يالي كنت عبد وماشي مع واحد من سادات قريش النبي كان من أكبر عائلات قريش والنبي يمشي معاه ويقول له يا ميسرة وهو عبد العبيد دول بيتضربوا بالكربيج وليست لهم قيمة زمان اركب شوية وأنا أركب شوية واخد بالك يا ميسرة انت ماشي مع الرجل اللي ربنا قال له فإنك بأعيننا فانت ماشي مع اللي ربنا قال له انت في عناية فكان يمشي جنب النبي والسحابة تضلل على النبي وينوب ميسرة من حب الله لرسوله ينوبه من الحب جانب ويمشي في الضلة في وسط الشمس الحارقة مع سيدنا محمد يشوف الكرم ويشوف طيبة القلب ويشوف الإيثار وهو بيركبه ويمشي النبي جنبه صلى الله عليه وسلم مع انه هو سيد العالمين ويرجع ميسرة بالكلام المبهر اللي ما تعودش عليه من الناس في قريش عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتنبهر خديجة وتيجي أحاديث كتير وآثار في السيرة برى الصحيحين ان السيدة نفيسة صاحبة السيدة خديجة تروح للنبي وتلمح له بالجواز من خديجة وتقول له انت ما تجوزتش ليه فيقول لها ما بيدي شيء أنا معايش تكلفة الجواز فقالت له طب ايه رأيك لو عرضت عليك المال والجمال والكفاءة يعني حد معه فلوس وجميل وفي نفس الوقت كف إليك في الأخلاق وفي نفس العيلة فقال لها مين قالت خديجة فأجاب النبي عليه السلام وهو مبسوط برزء ربنا ليه صلى الله عليه وآله وسلم